اشتركوا في القناة ونهاردة حلقتها يقولك ان الاسلام انتشر بالورد والبوس او بالسلم ومنتشرش بالسيف ولا اي حاجة كانوا بنوزع على الناس بمبوني واحنا هنحط تحت المجهر ازاي ان دي كسبة ان المسلم يفتكر ان الاسلام انتشر كده بالسلام ودخل البلاد كلها بالسيف وعشان كده هم تحسي عندهم عقدة لا ما انتشرش بالسيف لا ما انتشرش بالسيف لا انجابها من الكتب من الكتب والاسلام فعلا انتشر بالسيف غير كده اول ما محمد مسك السيف ابتدت الناس تدخل غزبا عنها صحيح في الاسلام خلينا نشوف اول مرجع بيقول ايه في صورة النساء 92 بيقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقب ومؤمنا الى اخر الآية ايه اسبب نزول الآية بيقولك ايه اختلف في سبب نزول هذه الآية فقال مجاهد وغير واحد نزلت في عياش ابن ابي ربيعة ده اخي ابي جهل الام يعني واحد اسبوع بالجهل ده اخو عياش من امه وهي اسماء بنت مخربة وذلك انه قتل رجلا كان يعذبه مع اخيها على الاسلام يبقى كان يعذبه مع اخوه على ايه في ايه اكرافل في اه الاسلام اه في اكراهو اه بقى يعذب يعذب قول احد احد اه فواحد منهم مات اه واحد من الاخين مات اه اتبقى مين وهو الحرس ابن يزيد العامري ده اللي ايه ما اسلمش اه فأضمر له عياش السوق فاسلم مذلك الرجل وهاجر الرجل ده اسلم وهاجر بس عياش ما يعرفش اه عياش ما يعرفش انه اسلم وعياش لا يشعر فلما كان يوم الفتح رأاه فتح مكة اه فظن انه على دينه اللي انه مش مسلم اه فحمل عليه فقتله يا حلاوه حتى ما سألوش انت اسلمت انت لسه مش هت لا دم 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 يقتل يقتل فراحت نزلت الآية ان ايه ما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ قتلوا بالغلب دي ده بقت خطأ قتل خطأ اوبس اتنحوا متوحشين يا فرحة يشوفوا واحد هيدخل الاسلام قعد عزف فيك مش عارفة ايه ويفضل فاكر ان انا مرديش يدخل الاسلام يروح شايفه قتله على طول لقوا غير كده هم مش مصدنين لنا ان بلال كان يحط على صدره الحجر ويقول احد 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 فتخيالي العكس هو اللي كان بيحصل احد مين يا عم ده كان فيه 360 اه او ما بين 300 ل360 صنم حوالين الكعبة حرية ديني ولا حد سأل في حد كل واحد حر حرية دينية وده المجتمع المتحدر كده اه في حرية دينية وحق المرأة المجتمع ومتحدر انا عبدال انا عايزي وحق الطفل وحرية دينية وحق المرأة ده على طول نعرف انه مجتمع راقي ايه 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 لكن دولا لازم الاسلام يقاما نقتلك بالزبط كده فيقولك احد احد وهي يعني الرجل يا فرحة بيعملوا عملية اسكت طبعا يعني عشان عارفين ان عندهم كده فيعملوا عملية اسكت ان التانيين اللي كانوا بيعملوا فيهم كده ايه ايه ده حقيقي اه وبعدين غير كده يا مارينا المسلمين غير قرئين معظمهم صراحة ما بيقروش اللي بيقوله الشيخ هو اللي صدق الله العظيم طب خلينا مارينا نشوف السيرة النبوية لابني شام واحد اسمه ابو سفيان ازاي اسلام قصة اسلام ابو سفيان على يد العباس بيقول كده فلما رقاه رسول الله رقى سفيان كان واخدينه ربطينه زي المعزة كده اه فلما رقاه رسول الله قال ويحك يا ابا سفيان كان متاخد مربوط ويحك يا ابا سفيان ألم يأن لك أن تعلم انه لا اله الا الله بيقوله يا ابو سفيان انت مش ناوي تؤمن باني لا اله الا الله فرد عليه قال له بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك والله قد ظننت ان لو كان مع الله اله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد يعني ايه؟ يعني انا مؤمن بالله وما أنا لا أؤمن بيوجود إله آخر يعني موحدة هو مية في المية طيب كويس قال الرسول بقى مش مكفي لا إله إلا الله لا الله دي ناقص الله هنا ناقص على طول ويحك يا ابو سفيان ألم يكن يأن لك أن تعلم أني رسول الله أنا بقى رسوله قال بقى أبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه يا بوي أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا أنا بصراحة شاكك في دي شاكك إنك رسول أصلا شاكك إنك رسول أنا مؤمن إن فيش إله آخر مع الله لكن إنت رسول الله لا لا متأسف يعني فرد عليه قال له إيه فقال لها بقى العباس لو عم الرسول كان واقف حاضر الدبيحة جايبها يعني ويحك إسلم وإشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تدرى بعناقك يبقى تحت الإكرار تحت الإكرار بالسيف إسلم لحسن هقطع رقبتك يعني إيه إشهد لأن محمد رسول الله لو إلا إيه وشاهد الحادثة دي من الرسول نفسه يعني كان قاعد كان قاعدة كان في حضرته فقال فشهد شهد الحق ماشي دار أبي يوسفيان فهو آمن إداله شرف ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن هنا يبقى بالإكرار إسلام بالإكرار وبعدين بعد ما أكرقه إداله إيه حاجة كده دار أبي يوسفيان كان فدان يعني ما هابتاع صغيرة دار أبي يوسف لا ماما الصحراء الصحراء واسعة شوفي شواء بتاعتنا كانت زمان قد إيه يعني دار أبي يوسفيان دي كانت بيوت صغيرة ما ندخل يعني هو عايزي يقصوا كده يديله الشرف يديله الشرف ده اللي يخش يستخبى في دار أبي يوسف يعني هاتكفي مكة كلها دار أبي يوسف مثلا يعني إحنا مش هنمسك على دي أنا إحنا نمسك على إيه نقطة الإكرار بس أولي حد يقول ده خلت دار فرحة يبقى آمن هتتخل البلد كلها في بيتك إزاي يعني أصلا بصراحة ألم وسألة بيهم كلهم هو حيكونوا آمنين فعلا يعني بس أنا 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 باتكلم على نقطة نمرة واحد أبو سفيان قال كان يبقى محمد ها هو الهدف في الموضوع مش الله الله أمين ده أعني ما بيؤمن بأ الله ده الراجل بيؤمن بأ الله فبيقولك لأ محمد يبقى الهدف محمد تاني حاجة ده بالإكرار تالت حاجة ادألف قلبه طبعا فيه حاجات تانية ادهاله دهلو قدالو 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 ميت ناقة بس الأول إحنا موضوعنا إن الإسلام بالإكرار حط الصفة على رقاب صح صح شوفي يا فرحة يعني أنا أقارن دولة باللي تحط الصفة على رقابيهم 21 ابتي اللي تحط الصفة على رقابيهم قالوا إيه نتقتل ما فيش مشكلة ما عندناش مشكلة ما عندناش مشكلة هو بالصف لا طبعا قتلونا ماشي ما فيش مشكلة لكن بصي أبو سوفيان قالها صراحة قالها صراحة أنا مش مؤمن بيك بس خاف من الصف طب ولما داعش حطت الصف ماها برضو بالإكرارة ماها بالإكرارة حطوا صفة على رقابيهم يعني هو ده الإسلام عشان ما يقولوش داعش لا تبصل للإسلام لا داعش هو الإسلام كل بالإسلام سحنوط حلوة جدا نشوف كمان في مسند أحمد وطبعا كل اللي إحنا بنتكلم فيه ده هيكون مراجعة يعني على الشاشة تشوفوها مسند أحمد باقي مسند المكسرين مسند أنس بن مالك بيقول كده أن النبي قال للرجل الإسلام قال له إسلام قال إني أجدني كارحا قال وإن كنت كارحا أرقى كارح مش قادر مش حابب أو مش حابب الإسلام قال أجدني كارحا قال وإن كنت كارحا بالعافية طب ادونا رسول واحد عمل كده يعني يا مسلمين ادونا رسول واحد او نبي واحد خلى الناس وهي يكرها تدخل الاسلام بالعافية انا مش عارفة طب يقولك والسلاسل في اعناقهم في حاجة كده بتقولك السلاسل في اعناقهم هتقولها هتقولها اه طب كوي استجيالك يعني في يوم من الايام طيب بص يا مارينة في سورة عمران 83 أفغير دين الله يابغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرعا وإليه يرجعون شوفيه الآية بتقولي ايه غير دين الله يابغون وله أسلم السماوات من في السماوات يعني فوق في يكرهم اسلم مسكن لهم سكاكين ولا يا والأرض طوعا وكرها ايه دي وكرها ومن غزمن عنكم تؤمنوا أبا غير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات هم فاكرين نفسهم محد يرفض لا ده أنا خلت اللي في السماء وفي الأرض بالإكراه بالإكراه طب فيه أوضح من كده أصلا يعني مثلا قال عليه السلام لا تسبوا أصحابي فإن أصحابي أسلموا من خوف الله وأسلم الناس من خوف السيف يعني بالإكراه يعني الإكراه أكتر من كده إيه إسلام بالسيف أهو أحدش يقولي الإسلام ما انتشارش بالسيف إكراه أكتر من كده إيه يا مارينة من أهو كلام الرسول كلام الرسول ده ولا مش كلام الرسول صح ولا كلام أمي ده تفسير الكورتوبي أهو أهو وتفسير الكورتوبي مش إحنا لا تسبوا أصحابي الرسول بيقول لا تسبوا أصحابي فإن أصحابي أسلموا من خوف الله أصحابه يعني أبو بكر الصديقة طبعا ده كله وخوف الله يعني المرعوبين ومرعشين وأسلم الناس من خوف السيف الباقي خافوا من السيف يبقى الأسلام انتشر بالسيف محدش يقول لنا الغزوات الكفاية غزوات محدش يقول لنا فتح الله يخليه فتح دي يعني منظمة في فلسطين نشوف كمان حلة كمان عن أبي هريرة بيقول البعث النبي خيلا فجاءوا يعني برجل من بني حنيفة الرجل ده كان اسمه إيه كان اسمه سمامة ابن أسال سمامة ابن أسال فهيقول لك فربطوا بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي فقال ما عندك يا سمامة قال عندي خير يا محمد انت قتلني يعني ربطوا ربطينوا في الساري قال له انت عندي خير يا محمد لو انت قتلتني انت قتلني تقتل زدم يعني هينتقموا منكم يعني قتلتوني هيتيجي قتلوكم أسلوا معيلة كبيرة جدا أو قبيلة كبيرة جدا ما هيقولك من بني حنيفة وإن تنعم تنعم علي شاكرا وإن كنت تريد المال خد اللي انت عايز بس المنه ما شئت خد انت اضربتني ليه أصلا عايزوا يسلم ما هم ما فيه بصي اهو حط له تلاتة اوبتشي عايز سيبني سيبني عايز تقتلني قتلني بس هتشوف المر يعني في عندنا طار عايز فلوس قول وانا اديك المهم راح تركه حتى الغد ربطوا يعني رسول الله يعني ما كرم أخلاقوا بفظيعة بصراحة سيبه مربوط رحمة العالمين ربطوا غير تاني يوم جالوا تاني محمد سيبه مربوط يا مارينا ما عندك يا سمامة قاله فقال ما قلت لك أن تنعم تنعم علي شاكر فتركه حتى كان بعد الغد تلاتة يوم ربطوا في السارية ايه مشاعره من عائلة كبيرة مشاعره ايه ده وليه كل ده عشان يسلم بالإكراح ما هو مشاعره لازم أنا بحط حتة المشاعر دي يا مارينا مشاعر واحد من عائلة كبيرة مربوط زي المعزة في سارية لمدة ثلاثة يوم لا الرسول عايز مال ولا الرسول عايز يقتله ولا عايز يسيبه يبقى عايزه لكم ما عندك يا سمامة ده طب بعد ثلاثة يوم فقال عندي ما قلت لك فقال اطلقه سمامة اطلقه لسمن الشوف فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاختسله ثم دخل المسجد فقال اشهد لا اطلقه سمامة يبقى الرسول لا ولا يبقى اطلقه سمامة ليه لانه قال له هعملك اللي انت عايزه اللي انت عايزه اللي مال عايزه ولا تقتلني ولا تقسبي اختسل وقالafar اخر يتخلي لا مطلقه من الاول الليلة لو عايز يتنقه اهه طب بعد كده يطلع فيه شخصية سوية بعد ما تتعذب وشخصية حرة بعد ما تتعذب يا مارينا ثلاثة ايام رابطه اه ونفسيته وشايف لفسه كده اه واتفق معها سيبك قول كده وانا سيبك اه قول يلا تطلع تستحمه وكده يعني فطلع بقى واسلم واسلم اه وحسنا حصلنا اسلامه لازم تقولي كده طبعا نه حصلنا اسلامه حصلنا اسلامه دي ما لازم في اخر الموضوع فريق المرافقين فدلوقتي يا فرحة يبقى اشاعة ان المسلم يقول لنا ان الاسلام ده دين السلم وانتشر بالسلام وانتشر بالمشعرفة كل ده كلام فاضي الرسول الله قال اسلام وان كنت كارها وقال اصحابي اسلاموا بخوف ايه بخوف الله لكن الناس اسلامت من خوف السيف والاسلام انتشر بالسيف وداعش هي اللي بتمثل الاسلام الحقيقي والدليل على كده يا فرحة ايه طوبة 19 طوبة 29 لا وكحاجة كمان لما الرسوم اللي تعملت دي كل المسلمين طلعوا مع بعض إلا انت يا رسول الله وما تشويش شرطة الاسلام مش عارفة ايه فيه مظاهرة واحدة طلعت ضد داعش لا واحدة لا طب مش المفروض هما بيقولوا لا تمثل الاسلام المفروض يطلعوا ضدهم وانه بيشويش شرطة الاسلام ده هما من جواهم كانوا بيظهراتهم وكمان الاسهر يا فرحة مردشية يكفرهم يكفرهم أصلاً قالوا ان دي فئة مؤمنة يعني ما تلما بيقولوا ما عبرش مدام شاهدوا لا 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 الله وانا محمد رسول الله أسلموا حسنوا أسلموا وانا عايزة أقول للناس اللي هي بتشوفنا انت كمصري ومغربي والتونسي وجزائري وليبي وكل دول انت أهلك كانوا اللي أسلموا كانوا تحت الإقراح تحت الإقراح ما كانش معاهم فلوسي أما يتقتلوا فنسبة كبيرة جداً كانت تحت الإقراح أسلمت فانت ما تدفعش عن الناس اللي جات تعذب أهليكو وخليتكم مسلمين أجدادهم أه أجدادكم اللي هما زمان والناس اللي هي بايت مثلاً في مصر على المسيحية دول دفعوا الجزية كانوا معاهم فلوس كتير استحملوا الاضطهاد عبر السنين الطويلة وفي ناس اتقتلوا وناس كتير اتقتلت وناس اتقتلت ومرطاتها اتخذت سبايا غزباً عنها وممكن يكون المسلم يتخلف من واحدة سبايا سبايا وانت جيت عبر الأجيال أنا ممكن أكون كده يعني عشان بس إيه المسلم ما يقولش انتوا كده بتسبونا ومش عارفة لا أنا من خلف إيه إسلامية مارينة ممكن يكون حصل مع أهلي كده فالإسلام انتشر بإيه بالإقراح لازم تكون عارف كده والكتب بتقول كده فإحنا النهاردة حطين إزاي الإسلام انتشر بالإقراح تحت المجهر ومنقولك اقرأ معانا وما تدفعش عن الناس اختصبت أرضك وعرضك وبيكرهوا الناس على الدخول الإسلام وتقول إن هو ده دين الحق مستحيل يكون هو ده دين الحق وشكرا لك فرحة ونلتقي بكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة